اشتركوا في القناة كما توجه بكل التقدير والمحبة والاعتزاز لمعالي الدكتور سيد الفكي على تشجيعه ومساندته دائما فجزاهم الله عني خير الجزاء ابدأ الليلة مع حضراتكم عن موضوع غاية في الاهمية الا وهو كورونا وتأثيرها على المراهكين مما لا شك فيه أن أزمة كورونا غيرت الكثير من الأشياء حولنا وأثرت على الكثير من الفئات نظرا للعزل المنزلي الذي فرضه الوباء كما ساد الخوف والهواجس النفسية والتوتر من الإصابة بهذا العلاق وزاد عدل أشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية خلال أزمة كورونا ارتفع بشكل كبير وخاصة في أوساط المراهكين وتؤكد دراسات نفسية أن العديد من المراهكين أكدوا أن الحياة انقلبت رأسا على عقب وحتى مع الرفع التدريجي للقيود والحظر فإن وضعهم ظل على حالة دون أي تغيير ولقد فرض عليهم وباء كورونا التعلم عن بعد داخل العزل المنزلي وفرض عليهم الانعزال عن أصدقائهم وأقاربهم كما فقدوا الكثير من الأحداث التي اعتادوا عليها والتي كانت تقوم بعملية تقويم نفسية للمراهكين مثل حفلات المدرسة ومراصم التخرج والأنشطة التفاعلية التي كانت تضفي عليهم البهجة والسرور بداخلهم والمراهقون يشعرون أنهم فقدوا وقتاً من حياتهم في ظل الانتشار وباء كورونا وفرض العزل المنزلي لهم وفقد الكثير من مظاهر الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتهم فإن الدور كبير على الآباء في دعم أبنائهم ومساعدتهم للتخلص من مشاعر الاكتئاب والخوف والتوتر الأمر الذي يؤدي على ضرورة التفاعل مع أبنائهم من أجل التقليل من مخاوفهم ومع هذا فإن مراعاة المراهكين لعلاقتهم مع أصدقائهم قد تعتبر خطوة إيجابية نحو الأمام خصوصاً أن هذا الأمر مهم جداً لشخصيتهم التي تبنى بشكل رئيسي من خلال الاندماج والتفاعل الاجتماعي ولذلك من الضروري التأكيد على تفعيل التواصل بين الأبناء وأصدقائهم ولسيما من خلال وسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني لتعويض التواصل المباشر الذي كان بينهم وبين أصدقائهم والذي كان يخرجهم من أي قلق نفسي أو توطر أو أي هواجس نفسية فكان لابد من البحث عن بدائل التواصل الشريع بينهم في ظل العزل المنزلي حتى لا يحدث حالة ما الاكتئاب نظراً لما يحتاجه المراهقون في هذا السن ما الاندماج والتواصل الاجتماعي بينهم وبين أصدقائهم والأهم من ذلك كله أن الآباء لابد أن يكونوا قدوة لأبنائهم فبغض النظر عن الأعمار ويعتبر المراهق أن وارديه بمثابة القدوة وتطلعون للحصول منها على التوجيه والمتمأنينة حتى أن المراهقين الأكثر استقلالية يحتاجون إلى حضن بين الحين والآخر ومن الضروري تدخل الأهل مع الأبناء والحد من استخدامهم للأجهزة الإلكترونية عندما يتعلق الأمر بالوسائط التي تقدم التقارير والإحصائيات بشأن الفيروس المنتشر فالأمور هذه قد تفاقم الخوف لدى المراهقين خصوصاً إذا كانوا يتعرضون لها باستمرار وفي المقابل فقد رأى الباحثون في جامعة كامبرج المواقع التواصل الاجتماعي تحولت نتيجة لأزمة كورونا إلى ملازق منقذ بالنسبة للكثير من المراهقين الذين يمكنهم اللجوء إليه في ظل أجواء العزل التي يعيشونها للتنفيذ عن مشاعرهم وأفكارهم بدلاً من كابتها مما يساعد على تعزيز صحتهم العقلية حيث أن حرمان المراهقين من التفاعلات الاجتماعية كان يؤدي لإصابتهم بمجموعة من المشكلات العقلية والسلوكية والإدراكية في مراحل لاحقة من حياتهم مشددين على أن سن المراهقة هو السن الذي يكون مؤثرة للغاية فيما يتعلق بنمو شخصية الإنسان وفي سياق متصل أيضاً قالت البروفوسير سان جوين من قسم علم النفس بعمعة كامبرج أن حالة الإغلاق من الممكن أن تعيك نمو أدمغة الشباب المراهقين وتحظى بتداعيات لسنوات قادمة بالفعل ومن هنا قد أكون أنهيت هذه الحلقة وأشكركم على حسن استماعات المتابعة كانت معكم الدكتورة حنان أحمد كارسون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته